فيلم جيرالدز جيم بيحكي عن الزوجين جيرالد وجيسي بيرلين جيم اللي بيقرروا ياخدوا اجازة في مكان شاعري معزول لان علاقتهم بقالها فترة مش ولابد بمجرد وصولهم جيرالد بيفصح عن خطته في تجربة حاجات شائية شوية وبيربط مراته بالكلبشات في السرير شقاوت جيرالد بتاخد منعطف محرج لما مراته بتتراجع عن الفكرة في نصها وبعدين بتاخد منعطف مأساوي لما جيرالد بتجيله ازمة قلبية وبيموت وبتنطلق احداث الفيلم مع جيسي اللي مربوطة في السرير الموبايل والمفاتيح بعيدة جدا عنها وبسبب انعزال المكان مفيش اي فرصة لاي حد انه يسمع سرخها ويجي ينقذها فايه بقى؟ فيلم جيرالدز جيم هو واحد من افلام نتفلكس ومبني مع بعض التعديلات وبعض التغييرات على رواية اتنشرت سنة 1992 لستيفن كينج اي جماعة احنا السنة دي بنحتفل بالعيد القومي للستيفن كينج التغييرات اللي طبقها سيناريو الثنائي دائم التعاون جيف هاورد ومايك فلاناجن كانت ضرورية للمعالجة السينمائية في رأيي ولكنها ما مستش لا الطابع الرئيسي ولا الموضوع الرئيسي الطابع الرئيسي هو الاثارة والرعب طبعا وزي ما قلت في مراجعة فيلم ات الرعب بتاع ستيفن كينج رعب صادم ما تستناش ان الراجل ده بالضرورة حيديك خطات ولكن تأكد انه حيديلك مشاهد وتسلسلات حتحسسك بان في حاجة في نفسيتك اتلوحت وصعب جدا ترجع تاني زي ما كانت جيرالدز جيم رحلة متواصلة من العجز الجسدي والقلم النفسي مع فلاش باكس لدراسة شخصيتنا الرئيسية ودراسة الشخصية الرئيسية هي اللي بتعرفنا على الموضوع الرئيسي للفيلم واللي باين الى حد كبير في التريلر فمش حخبي انه متعلق بالانتهاكات اللي بتعرض لها الاطفال بس مش هو ده قلب الموضوع قلب الموضوع متعلق اكتر بصور رد الفعل النفسي والاجتماعي للاطفال واثروا عليهم لما بيكبروا ودي دلائل عبقرية مخرج الفيلم مايك فلانجن اللي وظف في الفيلم ده عدد كبير من ادوات الرعب المباشر وعلى رأسها شغل خدع ومؤثرات ومكياج عشان يدين عدد من المشاهد الصعبة منها مشهد على نقياس الجور او الدموية ممكن يسجل واحدة من اعلى الدرجات اللي ممكن اكون شفتها في حياتي ومع ذلك اصعب مشاهد الفيلم فعلا الادوات السينمائية اللي فيها بسيطة جدا بنتكلم عن اضاءة وإيقاع وحوار من اعظم مشاهد السنادي وفوق ده كله اداء تمثيلي طبعا كارلا جودجينو في دورت جيسي ورغم انها مش منفردة بالشاشة في اغلب فترات الفيلم زي محد ممكن يتصور من التريلر ولكنها طبعا موجودة في الاغلبية الصاحقة للمشاهد اداءها مبهر ومتوازن جدا ما بين تكسيد كل مراحل المأساة اللي هي بتتعرض لها وما بين تعرفنا بخلفية شخصيتها وانعكاس الخلفية دي على كل قرار بتاخده بروس جرينوود ممتاز ولوه تواجد مش صغير لان جيسي سريعا بتبدأ تمور بمرحلة هلاوس وبتقعد معانا فترة طويلة زي ما هو واضح في التريلر بس بصراحة الاداء اللي لازم ياخد حقه برضو هو لتشارة اوريليا في دور جيسي وهي صغيرة مشاهد قليلة ولكن فعالية كبيرة جدا فعكس ابعاد الصدمة وتبرير رد الفعل فيلم جيرالدز جيم لا ينتمي لنوعية تيجي على اهوان سبب اللي كنت شرحتها في مراجعة فيلم ده شالوز ما هواش اوبن ووتر وما هواش فروزن هو ممكن يكون شوية شبه 127 اوورز بس يكونه مش مبني على قصة حقيقية مديله مساحة كبيرة لتوظيف دلالات ورمزيات وتوصيل رسائل يعيب الفيلم فقط انعدام التوازن في الانتقال ما بين المرحل اللي بتمر بيها جيسي يعني احنا نطينا من مرحلة يا ترى ايه العمل دلوقتي لمرحلة الهلاوس والجفاف بشكل اسرع من اللازم تقييمي لفيلم جيرالدز جيم هو تمانية ونص من عشرة واتمنى ان الفيلم يكون مستوفي لشروط الترشيح للجوائز لاني اعتقد ان على الاقل كارلا جودجينو تستحق وبجدارة مناقشة الحلقة يا ترى ايه هو اكتر مشهد جوري او دموي ممكن تكونوا شفتوه في فيلم في حياتكم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وسنابشات وتويتر ولو عاوزين تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية باي باي